السلام عليكم يا أحلم تابعين بنبدأ كلامنا بالصلاة للنبي عليه أفضل الصلاة وإعتمد تسليم وما تنسوش دعمنا باللايك والشيل للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكه أشعار بكل جديد بنعمله تأكدوا بقى من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكه أشعار بكل جديد بنعمله ودعمه الفيديو باللايك يلا نبدأ على طول اتحرم رفايل من أغلى اتنين في حياته كان لاندون جوا التفكير واقتنع انه خلاص مات ورحل المقابر برجله وهو بيقول انه بيحبه هوب وكان نفسه يفضل جنب رافايل لها نيكرومان سمسكو من دراه ورجعوا تاني طبعا ما حدش حس بالكلام ده ويف سالز قال لطلابه انه عارف انهم عدوا بوقتي صعب لكن هيقدروا يتجاوزوا اللي حصل وقفت إليه سوارت لانه كل اللي حصل بسبب منتو اللي بسببها كمان هوب مش موجودة معاهم ويف وايت سأل عن لاندون قال لهم سالز انه كل حاجة هتتحسن وطلب من ايم جي يكمل مكانه قال لهم ان النهار ده هيبقى يوم رياضي وسالز كان عامل كده علشان يخل الكل يتقبل جوزي من تاني السليسة ما عملتش كده وقعتها قدام الكل وبننتقل لمايك لليبس روب نيكرومانس وتعامل انه هو وخرج وحش من الفتحة وهي نيومي طلبت منه ان يساعدها بس الاول كان لازم يمشو حالا واخدت ومشيت اما سالز فاخد سلاحه وقرر ان يروح لليكرومانس علشان يعرف منه سبب اللي بيحصل اتفقوا بيه داخل عليهم المدرسة ومعه شبح لاندون انجيبوا معاه علشان يرجعوا الجسمه للحياة من تاني علشان يقدر يسيطر على السحر الاسود بس المشكلة ان لاندون هو اللي ما كانش عايز يرجع استغرب سالز وفكر نيكرومانس باخدعه وسأله عمل ايف وهوب قاله انه فقط كل قدراته ومش عارف يعمل لها حاجة فاخده سالز ليها وساب لاندون مع رفيلة علشان يقنعه ان يرجع تاني وكان لاندون مش عايز يرجع للحياة لانه شايف ان دي طريقة لاتل ماليفور وسأل بالسحر الاسود من نيكرومانس واليوم الرياضي كانت ليزي بتحاول انها تحس من صور الجوزي بس كانت بيتخلي الموضوع يسوق اكتر ظهرت لهم دي يوم يعرفتهم على نفسها وانها سيدة البحيرة وحارسة سيف الملك وجاي علشان تستعيد سيف سالز اللي معاهم ولانها واحدة من وحوش ماليفور حذرتهم انهم لما عملوش كده فالوحش اللي جاي وراها يخلي العالم كله يغرأ في الظلمات طبعا محد استدقى لحد ما الوحش وصل وحاولوا يدوها السيف بس الوقت كان فات والظلام وصل والسيف طار منهم رحولوا وقالت لهم نيوم ان كل الوحش بيقرب من السيف بيبقى ابطأ الحاجة الوحيدة اللي هتوقفه هو قتال مع مقاتل قوي فارب الكل معدل اختين وعدد قليل جدا وهجم جيد عليه وبضربة واحدة من الوحش لي طياره بعيد عنه لامطار ولا يفكروا مين اللي هياخد الخطوة اللي جاية طرحت اليسا لجوزي يتجرب بعد كل اللي عملته ولما ليزي قالت عنها انها آنانية ومتصلتة سبيتهم ومشت وقررت جوزي انها تسحب السيف وساعدتها ليزي بس ما عارفوش قالت لهم نيوم ان المقاتل البطل هو بس اللي يقدر يعمل كده وفي المدرسة كان رفعي العمالي يقنع لندن انه يرجع ولما رفض خالص راح لنكرومانس وقال له انه يقدر يرجعه بس الجسم هو طبعا لندن رفض التضحية دي لكن رأيه ما كانش مهمه وكانه ينفزه خلاص فرن جرس الباب وجي مايك وقال لهم على الوحش اللي عايز السيف والكل استعد علشان يروح بس رفعيل قال لندن انه مش هيروح لأي مكان إلا لو رجع لجسمه كل ده كان اصحابه بيحاولوا يسحبوا السيف ومحدش عارف فقرروا انهم يتمدوا على نفسهم وكتفوه وحاولوا يضربوه وصلهم رفعيل وسحب السيف وقتل بيه الوحش وقالت له نايومي انه من سلالة ارصر والسيف ملكه واختفت هي واخيرا وافق لندن انه يرجع وقالوا المهوب ورافعيل حسب بيه فائت هي كمان كان مايك مع اليسا بيودعها وفجأة مات ففهمت انه هي كمان هتموت تاني فاعرض عليها نكريمانس الناتب مساعدته العبدية اما رفعيل فكان فرحان جدا انه من ناس للملك وجير على لندن قال له وبعد ما ضحكه وهزره جاب لندن كتاب بيتكلم عن الملك ده قال له رفعيل انه مش عايز يتكلم عن الماضي وفجأة هم مبسطين رجع دم وويع في الارض كان سالز وكايلب في الوقت دالي وجسد مايك في الغابة وجالهم لندن ومع رفعيل فاخدوا للتحليل والفحصات ما كانش عايز يعد يستنى نتيجة فقال له لندن انه يفضل معه في اي مكان يروحه رح سالز النكريمانس وقال له انه كان لازم يلتزم بالاتفاق قال له نكريمانس انه كان نفسه يلتزم بالاتفاق لكنه خسر كل قدراته كل الموجودين في المدرسة بيدوروا في تعاويز الشفاء اللي في الكتب فكرت هوب في فكرة ممكن تساعدهم وكان رفعيل مع لندن في مكان بعيد رح لهم كايلب ويم جي واخدوهم على المدرسة على طول وقالت لهم ليزي ان عندها طريقة للشفاء بالطاقة ويطاقت العنقاء لندن لكن في المقابلة هتحور لندن لانسان ثانية علشان كده هوب مش موجودة وما ادرتش تقول الخبر بنفسها واخدت ليزي رفعيل على القاعة اللي كانت محضرة فيها كل حاجات التعويزة ورح لندن لهب قال انه مستعد ان يحميه بحياته ورح يبدأ التعويزة وحضن رفعيل وبدأه في التعويزة اكتشفت ليزي انه ما فيه سحر في جسم لندن فاصطلهم لندن ده بان السهم الدهب يقتل عن قائل الجواء وحولوا البشر عادي وقرر رفعيل انه يعيش اللي فاضل في حياته وخلاص وباب يتعامل معهم بشكل طبيعي طلب منهم يعملوله حفلة تشبه حفلة الوداء فعلا عملوا الوداء بس كان الكل حزين هون عليهم وطلع للندن وطلب منه يقعد معهم انتصرت ليزي بوالدها وطلبت منه يرجع بسرعة علشان حالة رفعيل بتسوق وكان عند والدة رفعيل بيقناع ان ابناء محتاجها ورح جاي تجاب والد رفعيل علشان يودعه وكمان وعد معه لحد ما النهار طلع هو ولندن واختف رفعيل ونزل لندن وهو بعيط وقال لهوب انه ما كانش يعرف ان المستذبين لما بيموتوا وبيختفوا وانا برضو ما كنتش عرف انك لسه لحد دلوقتي بتشوف الفيديو وما دوستش على اللايك ياريت توقف الفيديو وتدوس على اللايك علشان بيدعمنا اننا نيوصل لأكبر عدد من الجمهور وارجع كمل معايا الأحداث قارت له انه ما اختفاش لكنه نيجي ووصلت والدة رفعيل واخدته في حضنها وكل زميله فرحوا بيه جدا وادعوه لانهم هنقلوا للسجن اللي كان فيه سالس وبناته وقفئ والده والدته انهم يروحوا مع العالم ده ورجالان دلهوب فعرضت علي انه يروح مع رفعيل لانه بقى ضعيف بعد ما تحاول لبشري فزهل منها وسبها ومشي بعدها لاحز ان عالته المتعصبة وعصبيتها دي بتظهر في تدمير الحاجات فطلبها المعالج روبين وتكلم معها بس هي انكرت ان فيه اي مشكلة رح روبين بعد كده قابل سالس وفكروا بيه انه كان صديقه القديم وعن سالس ما كانش فاكر بس سأله انه فاكر كل حاجة واقنع روبين انه ياخد اجازة ويسيب له ادارة المدرسة ورح اتقل ليسا نبيه تيم جين انه كرومانس بعت وحش موجود في المدرسة وبيحاول يخدعهم ويستغل ان الكل مجغول بالعرض المصرح اللي بيحضره لاندون فعلا كل اشترك في تجربة الاداء وراح ايم جين تكلم مع روبين عن الوحش ولقاب يقوله بمنتهى البساطة انه هو الوحش رد عليه ايم جين انه ده لا يمكن انه يكون حقيقة لانه يعرفوا من وهو صغير بعد افكر في الكلام وعرينه كلهم يعرفوا من وهو صغيرين ودي حاجة مش منطقية طبعا تسم روبين وقال له انه عفريت واسمه باك ودائما بيفصل بين الناس وبينسيهم اي حاجة وفعلا مش ايم جين وهو ناسي وبعد شوية رجاله وقال له انه اكتشف انه فيه وحش وبعده باك قال له الحقيقة وتكرر الموضوع ده كل شوية رح روبين للاندون ونصحه باضافات لقصة المصرحية وراء منافزها انفصلت هوب عنه وحذرته ان يتكلم عن اليدها حاول اقناع ان ده يبقى صعب لان القصة بتتكلم عن المدينة كلها والدها واهم جزء فيها لكنها ما فهمتش كده ويوم عرض المصرحية طلب روبين من لاندون ان يخليه شارك معاهم وبدأ العرض والجمهور كمبهور باعداء الطلاب والكل كان حاضر مع دهوب اللي قعدت ترسم في قضيتها وصلت رسالة ليزي من والدتها اخذتها وراحت وصلتها لها وكره ان هو كمان وايف بيتفرج على المصرحية واستنى خروج جوزي وقصر لها دراعها وبعد ثواني ما كانتش فكرة ازاي ده تم وكان الموصلين عايزين يغيروا الكلمات والمشاهد المشاهد الاخيرة معتمدة على وجود جوزي بس لاندون طلب منهم الالتزام بالنص وهو هيتصرف وصلت هوب علشان توصل الرسالة لليزي لما شافت جوزي من المصرحية قررت انها تشارك وكملت دور جوزي وغنت الاغنية اللي كانت معطاردة عليها لان اخر كلمات كتبها لها والدها ونجحة المصرحية نجاح باهر جدا وخرجت سهرة مع لندن وشكرها انها انقذت المصرحية اما ام جي فاخيرا نفتكر ان روبين هو الوحش ورحواجه بالكلام ده بس معرفش يعمله حاجة لانه اكتشف انه طيب ولسه يمشي كالنكرومانس ويصل وطعنوا بسكنته بس ام جي ناجا وطلب من اليسا انها تمسك ايده وهو يخرجهم فكرت السبب انه فقد وعيه ده لان كان في بينهم اتفاق وانهم يرجعوا مالف كل الوحوش وسيطروا عليهم ويحكموا العالم محدش حاس بغياب ام جي وصح يتهب ولاية لندن محضر لها الفطار وقال لها انهم ما يحتفلوا مع بعض طول اليوم لان بالهم سالة مع بعض ودي زكرة مقابلتهم وكان الجوزي في المدرسة مع ايسام بتعمل معاه بحث وبتحاول تعتذر له على اللي حصل في المباراة الاخيرة ما كانتش يتعرف ان النكرومانس كان في المدرسة وبيحط دم على الارض وبيعمل تعويز علشان المدرسة تبقى مستودع للوحوش ودخل عليه المدير الجديد وطرده ففرح بيه نكرومانس لانه كان محتاج دمه اكتر من اللي معاه وقتله واستخدم دمه وشافته جوزي فجرت على سالس بلغته قال لها انها يصلح كل حاجة ويمحي الأدلة بس قبل من خلص الجملة لقيه يتنين عمناق في السماء وطبعا ده اخفاءه صعب جدا كانت إليسا كل دم كتفة ايم جي فقال لها ان كل اللي بتعمله خطأ ويتقلب عليها وده بعد ما شافها بتجرح نفسها وبتحط الدم في فتحة ماليفور قالت له انها بتجمع الوحوش وقتحكم العالم ومدلها ايم جي ايده علشان يحسسها بالأمان وياخدها ويمشي فجرحته واخدت دمه لانها كانت محتاجة دم مصاص دماء علشان تفعل سحر سلسية وبدأ سالس ان ياخد اجراءات الوقاية ويوجه طلابه وقال لهم انهم امل العالم للنجن الكرسى اللي هم فيها سألهم مين يساعدوا فانضم ليه هوب ولندون او الناس واخد كل اللي يساعدوا واللي منهم بشاريين كمان زي إيسان والدته وراحوا على المدرسة ووجور والحوش اللي كانوا هناك طلب سلس من بناتهم يوضوا على إليسا وفعلا وصلوا لها واستخدموا تعويز عليها خليتها تفقد وعيها وجريوا على ايم جي علشان يحرروا وراح لندون للمكان اللي فيه نيكرومانس وحاول يقنعه ان اللي بيعملوا ده مالوش معنى فخرجلهم ماليفر ويسابهم نيكرومانس مع بعضهم حاول لندون ان يقنع والده انهم يتحدوا مع بعض ويقضوا على نيكرومانس وسمعت هوب صوته فراحت له على طول وهو كان في اتجاه لملعب كرة القدم لان نيكرومانس قتل طلاب كتير واستخدم دمهم في تعويز الجزب الوحوش فمسكوا ضربوا بس عد عليه التنين بتاعه رمع ليه كتلت نار فحمه ولحقيتش هوب النات ودعه حتى وتحاول لقوم الطراب وسخر منها سالس دا انها ولحقيتش تنقذه مسكت السكين وطاعت له راسه ولقيت لندون رجع من تاني ووقفه يتكلمه مع راس نيكرومانس وراموها بعيد المفجأة ان ايم جي اقنع اليساب نات ساعد التوأم وتمنع طروح الوحوش من فتحة ماليفر ماليفر كان بيطارد نيكرومانس بعد ما رجع راسه وكان عايز يمتصه فكرت هوب انها تاخد لندون وتروح للفتحة وتنزل فيها معاه على امل انهم يقضوا عليه للابد بعدها يخرجوا زي ما حصل قبل كده فعلا خرجوا بس كانوا فاكرين كل حاجة عن بعض ومش فاهمين ده ازاي حصل بس فكرة انهم فاكرين بعض كانت عجبهم حتى لو العالم كله نسيهم وقعدوا مع بعض مبسوطين لكن فجأة رجع لندون دمه واختفى قالوا انها اكيد رافع وما كانوش عارفين عرفة الحاجات دي منين بحد ما شاف صورها في مكتبه مع لندون وحاجتها لفضتها وبعد ثلاثة اسابيع كان سالز مصمم يعرف ايه اللي حصل لندون وشايف ان اخسار التلميذ ده تمن غالي حتى لو في المقابل هو انقاذ البلك كلها افل المدرسة وفضل يدور ويبحث لحد ما وصل لفكرة وصحة هوب وروح معها لمحل اسلحة وطلبوا من البايع ان يدينهم قطع سرية لها قدرات خاصة ولما رفض قالت عليه هوب تعويزها فخاف ومثل انها ينفس ضرباتهم لكنه ضربها بسلاحه اخدها سالز ورجع بيها لمكتبه وكان عنده فكرة ويستخدام صندوق اللاوعي وده ممكن يساعدهم وفقت هوب ودخلت اللابة ولاقت ليزي جوا ولسه ليزي بتكلمها ظهر لها وحش وقتلها فجريت منه هوب بس وعت في الغابة ظهر لها اسان وساعدها واخدها لخيمته علشان تقعد معها قالت له ان ما عندهاش وقت ولازم تدور على لندون قال لها انه كان لسه عند البحيرة مع جوزي وطبعا دي حاجة دايقت هوب جدا ولسه اسابي كان بالكلامه وصل الوحش كتفه في شوال وضربه حد ما قتله قدام هوب فهربت بسرعة وراحت على البحيرة ولاقت جوزي هناك سألتها هوب عن مكان لندون فقال لها جوزي ان دا مش وقته ولان فيه قاتل حر في المكان وانه تعرض للهزية فراح يتصل بوليدها علشان يسعدهم ورجبة جوزي القارب وطلبت منها تهرب معاها بس هوب رفضت وطلع الوحش من المية اقتل جوزي وطلب منهب انها توجهه مع ان كان فيه دا سلاح باستهربت وراحت المدرسة ولاية الكل ميت هناك فدخلت قضط لندن ولاية سالز هناك وبرضه مطعون وظهر القاتل فطعنته بسكينها وشالت المسك اللي على وشه والمفاجأة لندن وورا لها ان كل القاتلة مش حقيين ومجرد خدع واخدع علشان نكشف لها حقيقة اللي بيحصل قال لها ان دي مجرد لها باغبية وطلب منها تخرج منها وتعيش حياتها بشكل طبيعي لكنها رفضت تقول كلمة الخروج دا اللي عملته جوزي وراحت للمدرسة اللي فيها يسان علشان تدرس فيها هي كمان وتعرفت على بنت من هناك اسمها سو وكانت مبسوطة جدا معاها في الوقت دا كانت هم مصممة انها ما تخرجش ومع ذلك لأيت نفسها برا فمسكت صندوق اللي على برامته وضربت سالز دعمته ان عايز يخلص منها ومن لندن طلب منها تدينه فرصة يفاهمها انها غلط ومسابيته ادالها سندوق لأمنيات وطلب منها تتمنى أمنيات كانت أمنيتها انها تروح عند البحيرة فتلاقي لندن هناك بس الأمنيات ما تحقيتش ولايت سالز جاي له وبيقولها انه عرف ان في قطع عسرية تانية ممكن تفيدهم قارت لندن المدرسة مقفولة بقالها كتير ولندن خلاص مات وانصت طريقة لتخليط ذكرها النومي سبو يرحل في سلام في وساها ويرامت سندوق لأمنيات وكانت مش عارفة تمسك دموعها وبنشوف لندن ماشي في طريق ظلمة لحد ما لقى باب منور ففتحه ودخل فيه ولع نفسه جوى محل الأيس كريم اللي كان شغال فيه نكرومانس ولعوايب بيبيع للزبين وفرح انه شاف لندن من تانية تاني يوم رح سالس طلع سندوق لأمنيات من البحيرة ودخل الجوزي عليه المكتب ودلع شنطتها وغداها وكمان فلوس سؤالها ان يجي اول مرة يبعد فيها بنته للمدرسة اللي انه ممكن يبقى الموضوع صعب في اوله بس هو واثق انها بعد كده هتقدر تثبت نفسها للكل وادعها بلما يتمشي كانت هو بعد فقودة لندن حزينة عليه وبتفتكر ذكراتهم مع بعض فرح تلقى ليزي هونت عليها واخدتها معاها علشان تنشغل في الأنشطة الطلابية اما لندن فسأل نكرومانس عن المكان اللي هم فيه فقاله نكرومانس ان ده جحيمه الخاص لان ماليفور اخده وغصب عليه انه يفضل فيه سألوا لندن عن السبب اللي يخليه ما يهربش فوراله نكرومانس السلاسل السحرية اللي متكتب بيها عرض علي لندن ان يساعده في التخلص من السلاسل وهي يعرف الباب اللي ممكن يخرجه منه وبنرجع تاني للمدرسة وبدأوا يستقبلوا طلاب جديدة بس الأدام فجاش منهم غير ام جي وكايل واين وجد وطبعا دي ورطة كبيرة للمدرسة وكان لازم لأولى حل أما جوزي فكانت مبسوطة في المدرسة خصوصا المدير الجديد هو دوريان وانرجعتان لندن اللي وثق في كلام نكرومانس ولاية طريقة اللي اتحرروا بيها فهرب منه نكرومانس وضربوا ولما لندن فقل نفسه متكتف معاه علشان نكرومانس يخليه يهربوا فضل يقوله انه لازم يرجع لهب وطلعوا من الباب وقعدوا في الضلمة تاني وفضل يتخنوا مع بعض على المفتاح لان نكرومانس قرر انه يهرب لوحده لكن لندن قدر يقتله ويخرج هو وبنشوف جوزي اللي كان يومها حلوة جدا في المدرسة الجديدة ورح إيسان قعد معها ولندن كمان كسبت صديقة جديدة سجلت في المدرسة ويهانا وعيده وكمان كان السبب في تسجيل طالبة بقالوا سنين بينعب معها لعبة أولاين مصدق ما شافها ووفقت هوب انها تقاسم قضيتها معانا وما كانتش ليه استعرفه لما راحت بعكل الهوب علشان يكلوه مع بعض لقيتها مع صديقتها الجديدة وما حبيتش تزعجها وسبتها ومشت وراحت لام جي فلقيتم جمع كل هدايا ليسا ليه في صندوق وراح يتخلص منهم لأنه قرر الانفصال عنها عرضت عليه هوب انهم يتغدوا مع بعض ويرجعوا أصدقاء قال لها انه لسه منفصل حسيت هوب بالأحراج وقالت له ان عنده حق ورجعت لقضيتها اما لندن فبعد مخرج لقى نفسه محبوس في سجن سحري وما كانش عارف يخرج منه ازاي كتب رسالة بيطلب فيها المساعدة من اي حد يشوف الرسالة وعلىها على الصور وما استناش لما حد يجيله لكنه راح كمان يدور بنفسه على طريق للخروج فلا برضو بطلب منك مساعدتنا انك توقف في الفيديو وتنزل تعمل لايك ليه لان اللايك ده بيدعم الفيديو وبيدعم القناة في الانتشار تانيهم في الدراسة ويف سالس ورحب بالطلاب الجديدة وخلاليزي تكمل كلامها وقالت لهم انهم مضطرين يخلوا الشهر ده شهر التبرعات ومضطرين كمان انهم يلغوا الحفلات والرحلات عرضت عليهم افكار للأعمال زي غسيل العربيات وغسل المخبوزات وطعهم موظفين البلدية بجواب انذار بالرهن الضريبي تحل المشكلة وانه يستخدم قدراته ويقنع البنك انه يوافق على قرض من غير فوايد لمدة الف سنة رفض صيز الفكرة وقال له ان دي مشكلة بشرية ولازم يحلها بشكل بشري وطلب منه انه يرعي بعملية جامعة التبرعات ويمنع الكل انه يستخدم قوة وافق قايلب بس ليزي كانت مصممة انها تستخدم السحر علشان تجذب الناس ليهم وراح يجب له الكتاب لا وحش صغير اخد وحبسه في زنزانة وقارت ليزي عنه لقيته انه جالب للسروة بيخلي الناس تصرف فلوسها من غير تفكير فقررت انها تستغل الفرصة فعلا وصل الناس كتير جدا اغلية ونكحت ليزي والبعين النوم يجمعوا فلوس كتير كانتش هوب معهم لانها كانت بتنحط تمسال مع هانا على شكل لاندون وبعد ما خلصته دخلت واحدة من الزائرين وشافته وعرضت عليها انها تشتري رفضت هوب وقارت لها هانا ان دا تمن واحد وتسعين الف وقفت المشترية بس برضو هانا رفضت وقتها الجنينة المشترية ومسكت سكينة النحط علشان تقتل بيا هوب وضربتها هوب وخرجت مع هانا علشان تعرف اللي بيحصل بالليزي كتبت عليها ليزي لحد ما شافت واحد تاني بيضرب وايت فقررت انها تهترب بالحقيقة كلها واخدتها علشان تقابل وحش الحظ قالت لها هوب دا وحش ماليفور وبعنى وجوده هنا ان البوابة تفتحت من تاني وفت خنقوا مع بعض وكانوا هيقتلوا بعض كمال لحد ما قايل بتدخل وعداهم مهددته مبئنينه جمع التبرعات على كده او هتطلع تقول للناس الحقيقة كانت الناس خلاص هتتجنن فاقتنعت ليزي على كده وقررت انها تنهي الموضوع بنفسها راح يتوب للوحش وخرجته واستخدمت عليه تعويز التحديد المكان علشان يوصلها للبوابة اللي خرج منها وبكده تقدر توصل لمكان لاندون مكانت جهانة عايزة تساعدها وشايفة انها لازم تنسى كل حاجة تخص لاندون بس لما حسد بحب هوبليها قررت انها تساعدها وقارت لها ان الوحش ده بينجذب للصروة زي ما بيجذبها وده معنى انه هيروح البنك فعلا سرع الوحش العربية مليانة فلوس بعد ما اكل كل الفلوس اللي جمعوها في المدرسة ووصلت هوبلي العربية بس بلقيتوش فيها كانت هنا هي كمان بتدور في مكان تاني وقابلت سالس وظهر لهم الوحش وكان هي تلسالس فالدخلت هنا وقتلت بتحويزها بسط لها هوب وهي متضايقة لانها ضيعت عليها فرصة الوصول لاندون وجمعوا كل الفلوس اللي كانت جواه ورجعوا بيها للمدرسة وما كانتش هوبة عارفة تبعد لاندون عن تفكيرها ومن ضمن الحاجات اللي لقيتها ببطن الوحش هي قطعة دهبية أخدتها وراحت بيها الام جي وسمعته وبيقوله انه كان معاه جهاز بيوصل لأي مكان بس خبا عن الكل طبعا زالت منه جدا واستخدمت الجهاز ووصلها لاندون وما كانتش مسدقة عنيها وقالت له انها كانت متأكد انه ليس عايش وبعد ما فرحوا ببعضش اوارليها على البوابة وظهر لهم مالي في رومات لاندون تاني وتدمر جهاز النقل طبعا ان ده كان مجرد حلم بتحلم به بس حسن لاندون كان عايزة بعت لها رسالة في الحلم ده وهو انه ليس عايش ومن بدل نزلت لسالس وحكيت له الحلم وافصره لها بس هي كانت شايفة ان المكان الحلم بيه ده حقي كانت عايزة تستخدم جهاز التنقل بس سالس منعها وقال لها انه لازم يتأكد الاول من كلامها فوفقت وخركت تتدور على الدليل معاليزة اللي عملوا تعويزة مع بعض اما البقائين فتجنابوا ايم جي بعد ما عرفوا ان كل ده كان مخب الجهاز اللي ممكن يوصل للاندون وبنرجع تاني الهوبل اللي تأكدت ان لاندون موجود في نفس مكان الحلم لانها لقيت رسالته وقارت منها اسمه رجعت وقارت لاصحابها وسالس انها محتاجة بساعدتهم كان ايم جي موجود وطلب منهم يسمعوه قال لهم ان عمره اكدب عليهم لقيت هوب تشوف مين اللي هيساعدها الكل وافق مع داليزي كان رأيها زي ايم جي فاضطرت هوب انها تلقى لوجوزي سرعت ليزي الجهاز من غير محد يشوفها ورجعته لام جي وطلبت منه يخفيه بس عرفت بعد كده ان هوب تواصلت مع جوي وهتخليها هي اللي تساعدها كان قيل بمعهنا بيجاهزوا افخاخ للوحوش فظهر لهم واحد بس انا فاهمت الكل ان هي اللي استدعته علشان يساعدهم كانت هوب كل ده لسه بتقنع جوزي بس جوزي ما كانتش عايزة ترجع تاني للسحر وحوش لحد ما هوب فكرتها ان هي كمان خطر حد ما انقذتها وطلبت منها تركز سحراء علشان تكسر الحاجز الزمني من تيلو للسجن اللي فيه لندن لان جهاز النقل مش معاهم وما كانوش يعرفوا ان اليزي اضطرت تخضع ايم جي وتاخد منه الجهاز تاني علشان تتأكد انه اختها وتقدر ترجع في الوقت اللي تحبه من السجن فعلا رحت لهم بالجهاز وبدأوا في تفعيل تعويزة عليه ودي كانت نفس اللحظة اللي التواصل فيها سالز مع الوحش وطلب منه ينقذ لندن جهاز اللي مع البنات كان هيتلهم وانفجر فيهم فليو لندن فوشهم وتاني يوم رحت لجوزي قالت لوالدها ان بعد اللحظة اتأكدت انها لازم تبعد عن المدرسها واستأذنت والدها انه ساعدها تلاقي قوضة تنقليها بشكل مؤقت لحد ما تلاقي مكان تاني انسب ليها وفق والدها وقال لها انه زعلان على فرائها لكن هيسيب لها مطلق الحرية تختار اللي هي عايزها فضل معه بيحكي لها عن الحاجات اللي فاكرها ورحش اللي بعتته هنا هو اللي ساعده ورجعه ورحت ليزي تهتزل لإيم جي فقال لها ما كان اللي محدش بيسمع كلامه فيه بلازم يمشي منه وسبها وقام تاني يوم ويف سالز يشرح درس تاريخ بنفسه ورحب برجوع لندن ليهم من تاني وصوتوا على وجود هنا بعد مساعدتهم كان لندن مستغرب ومش عارف فين باي الطلاب قالوا له انهم بيعانوا من مشكلة في الانضمام ولندن قال له انه الموصل لمخ وحش في الغابة فقرك سالز يابي العالم في العلوم الخارقة علشان يساعده وطلب منهم ما يتصرفوش بتهور فكانت شليزي طايا هوب بعد اللي حصل خصوصا بعد ما ام جي قرر ان يمشي نضمن المدرسة اللي فيها جوزي قالت الكلام ده القايلب فطمينها انه يرجع قريب بس هي كانت مصممة انها تنتئم من هوب بعد ما راضيتها هي واختها للخطر لاحظ لندن التوتر اللي بينهم وحاول انه يلطف الجو بينهم بس هما ما كانوش منديل لحد فرصة فضلوا يجادلوا بسكة لندن وهنا اللي كانوا موجودين في نفس المكان فاجأة زال لهم اصغر والطف وحش شبه الدمية المحشية وفجأة شتمهم وطلع يجري وباقي يستفزون بالكلام ويستخبه ما كانش سالس موجود لانه خرج زي ما قال لهم وراح لدوريان ويسألوا عن ايمة وفهم دوريان انه موجود علشان يطمن على جوزي فعرض عليه انه يشتغل معاه النهاردة ويحل محل مدرس التربية الرياضية فوافق خانق يسان مع ولد في الحصة فعقبهم سالس وطلق من يسان يجيب الكورة اللي وعد بره المدرسة فعلا راح يجيبها بس كان هيخبطه اوتوبيس فجري ايم جي بسرعة البرق وانقزه استغرب يسان ازاي وصله بالسرعة دي واتكلمه قدامه على سرهم كان معجب جدا بام جي لكن سالس كان شايف انه لازم ايم جي اللي ينسى كل حاجة فمسكوا ايم جي من دراعه وتحكم فاعله لكن برضو ما نساش وده بفضل عشاب بيشربها ودي مفعولها بيروح خلال ساعتين فاتبع سالس مع ايم جي ان يحاول معاه تاني بعد ساعتين في المدرسة تحول الوحش اللطيف لشكله مخيف وخطف هنا فخرجوا كلهم يدوروا عليها ولوها محبوسة في بير عديم والوحش ظهر لهم كان حجمه املاق عدبوا لحد ما تصلحوا واتحدوا من تاني وساعدوا لندن وخرجوا وساعدوا لندن وخرجوا هنا فلو يلوحش رجع تاني اللي حجمه الصغير فداست عليه هوب وقتلته رجعوا كلهم على المدرسة تاني وقال لندن لهوب انه مش عايز يسبب لها مشاكل تاني ولا يفرقه عن اصحابها وكل داس هلز ما كانش لسه رجع لانه اخذ جوزي وراح معاها المكان اللي بيتعيش فيه وطلب منها تفتح له قلبها ودخل معاها يتعشوا مع بعض خرج كايلب مع انا وكان باين عليه انه موجب بيها وممشي اللي يمجي مع عيسان اللي اتفع معا انه ما ينسوهوش حاجة لانه بقى صديقه وحس كايلب بالغيرة لما لاه بقى ليه صديق غيره بالسرعة دي ومش هو الواحد اللي كان زعلان من فراء صديقه لي لكن كمان ليز اللي كانت اختها وحشاها جدا فحضنتها هوب وقالت لها انها تصهر معها يكلوا فشار واتفرجوا على فيلم وقالت لهم راحت لها انا القوضة وفتحت الشباك من بدل وقالت لها انه لازم يقضوا اجمل يوم مع بعض ودخل لندن وكان ما حضر لهم الفطار بنفسه ولما لاه بمتفائلة وفرحانة جدا استغرب منها وده كان نفس شعور هنا ناحيتها بس هي قالت لهم انها عايزة تحس بالسعادة معهم ليزي راحت لاختها المدرسة ولمتها انها بقيت بعيدة عنها وبتحكي الولده مع صرارها قبل ما تحكي لها هي زي ان بقى لهم صديقة جديدة وعرضت عليها انها تساعدها بنصايحها بس جزء صاممت انها تبعدها لانها عايزت التعامل كبشرية ويسابتها ودخلت الفصل قبل تليزي ايم جي وقبل ما يشوفها استخدمت تعاوزة اختفاء ودخل ايم جي اعجا بيسان اللي كان متحمس جدا لصداقتهم عايز يستغل قدرات ايم جي في الابض على المجرمين استخدم جهاز لا سلكي قديم علشان يعرفوا بيه اماكن الجرائم وهو بيا كمان بان سبب الحالة اللي كانت فيها ويانها عايزة تستغلها هانا كتعمل الوحوش بعد ما حست انها بتجذبهم فاخرتها وطلوا يفتروا مع بعض في الغابة وشرحت لها رأيها وفقت هانا وما اعتردتش وطلع رأيه بصح لان مرة واحدة والجاو تغير وكانهم في فيلم رأب وظهر الوحش الجديد اللي كان عبارة عن ساحرة شريرة وعرفوا انها باتشي اخدوها على المدرسة بعد ما كتفوها وقفلوا بقها لانه صوتها كان مزعج جدا عرفوا ان وجود بنشي في مكان جالب لموت فجالهم جايد وقال انه ممكن يساعدهم يخلي البنشي تتكلم ويعرفوا منها سر انجزاب الوحوش لهانا وهي انه يدخل جوه عقلها ويتكلم بالسنة ولم يسألوها مين هيموت شاورت على لندن والكل اتصدم تاني حاست هانا انها السبب وكانت عايزة تمشي علشان محدش تقيزي بسببها في المدرسة قالت له وبانها خلاص بقت واحدة منهم وما يقدرواش يستغنوا عنها ده غير ان الوحوش في كل الحلاب بتطريدهم وكان سالس كل دمع البنشي وقايد وعايز يعرف منهم السبب اللي مخلي الوحوش تنجزب لهانا قالت له انها مش حابة تاخدها لكن جاية تبعدها عن حمايتهم وعلشان كده هانا هتموت هي كمان طبعا ده زود همهم اكتر وبنرجع تاني لإيم جي اللي كان مع إيسان قاعد في العربية ومستني الجريمة تحصل فوسط كلام إيسان معاه قال له انه مجرد مساعد للبشر فزي الإيم جي وميشي رأى على المدرسة وده كان من حظ ليزي اللي كانت لسه هناك مع ان المدرسة قفلت من بدري سمعت صوت حد فخرجت تشوف مين لقيتها سوء وكانت بتحول لأنها طلعت مستزعبة وطلبت من ليزي انها تهرب منها بصرعة هربت ليزي وسعيدها يمجي في الهروب وويف ما كانها يحاول يهدي سوء بس ده ما حصلش واجمت سوء عليه وكانت هتقتله لولا نيسان عنقذه فبنرجع تاني للمدرسة وبعد ما سالز عرف قصتها والسبب اللي هي فيه وهو ان انجليز اخدوا منها ابنها غصبا عنها وهي من حزنها عليه ماتت قال لها ان ابنها كبر وبقى عنده اولاد واحفاد وعايش سعيد ففرحت وتخلصت من اللعنة وقبل ما تموت في سلام قالت له انها عارف السبب اللي مخلي ماليفور عايز هنا كانت هنا في الوقت ده مشى من المدرسة علشان ما تعملش مشاكل لحد فقابلها وحش في الطريق وكان عايز يهجم عليها فانقذتها هوب منه ورجعتها تاني على المدرسة قالت لها ان ده بيتها ومش لازم تسيبه وكانت حاسة انها قبلت الوحش ده قبل كده بس مش عارفة فين تاني يوم جمعهم سالس كلهم وعبعده بدأ معا علاج جماعي وكانت كل الطرق مش نافع مع ذلك فضلوا يجربوا لما هنا قررت انها تنسحب قالت لها هوب ان ليها الافضلية بينهم كلهم لانها اكتر واحدة بتساعد دلوقتي فجأة عينيها لمعت ونبه لندن والده فاخذته هوب علشان يدوروا في الموضوع ويعرفوا سبب اللي ما عنده قررت هوب في الوقت ده انها تستخدم الاسقاط النجمي علشان توصل للحية وساعدها لندن ربع انتوا كمان تساعدوا القناة بانكوا توقفوا الفيديو وتعملوا لايك لي علشان تدعموا الفيديو في الانتشار ومن ثم القناة تنتشرها كمان فانت تعملوا لايك وارجعوا وكملوا الاحداث وصلوا الجوزي وكانت بتدور على لي لانها حس ان في حاجات غريبة بتحصل في مدرستها بس ما لقيتهاش وده لقيتها كانت مع ايم جي لانه اخد سوء معاه واحتفظ بها في كوخ بعيد مع ايسان واول ما ايسان مشي ظهرت لهم ليزي وكانت طلبة منها اثبات على انها مش قاتلة لانها خافت على جوزي منها في الوقت ده كانت هوب وصلوا للمكان اللي فيه الوحش بالاسقاط النجمي ولها نوكلومانس ميت ومتقطع وظهر لهم وحش شكله غريب ومخيب في نفس الوقت ولما جوزي لقيتهم مشغوليين مرضيتش تزعجهم لان سالس كان معاه قيل وهنا كانوا بيستكشفوا مكانه اللي فيه تمسال فرعوني مجرد ما لما سوف تحلهم باب دخلوا فيه بين رجعتان الام جي وليزي اللي طلبوا من هنا تثبت لهم انها مقتلتش حد ما كانتش عارفة ازاي تعمل كده فوقفت انهم يدخلوا لعالها الباطن ويشوفوا ذكراتها اما هو فوقفت تقاتل الوحش اللي ظهر لهم وقتلته بس كان جرحة في ايديها وقال لها لاندون ان وجودهم في المكان ده خطر فقال لها الوحش وقف من تاني فخرجته من الاسقاط النجم استنت هي ولا ادراعها مجروح نادى لاندون على اي حد يساعده فرحت له جوزي واللي عارف ان الوحش اللي عضه هوب هو لانج مضع بارة عن بيروسات حية وبيحاول اللي يعضه لوحش زيه فعلا هوب وقفت مرة واحدة بعد ما تحاولت لوحش وحاولت تيجم عليهم ودوروا على طريقة يحموا بيها نفسهم منها فهربوا بس هي راحت وراهم كانت عايزة تمسك لاندون بالزاد فهرب من قدامها وجريت جوزي على قضيتها واستحضرت صورتها بالسحر السود ومسعدتهاش خالص بالعكس تماما كل اللي قالته لها ان الوقت بيخلص كان عندها حق لانه هوب بسطت لاندون وحاول يكلمها فقالت علي انه كداب ورفضت انها تسمعه فكتلها جوزي سحرها وكتفتها وقالت لهم انه مش لازم يغلطه في اللي جاي ابدا لان لو ده حصل هتموت هوب لانه لازم يطعنوها في قلبها قال لها وايد انهم لو ما طعنوهاش وسبوها وحش كده هيبقوا كده حكموا عليها بالموت ومسك لاندون سكنت وطعنها بيها في قلبها فرجت لطبيعتها طلب منها تخلي بالها بعد كده وراحت هوب لجوزي وقتزرت لها لانها عرضتها للخطر وقت ما كانت عايزة تلاقي لاندون جالهم وايد وطلب من هوب انه يتكلمها على انفراد ولفت نظرها ان لاندون متغير لانه تشجع وطعن في قلبها بعد ما يردت له انه كدهب وده مش من طبيعة لاندون هيبقى شجع كده ده غير ان الوحش كان قصده هو وكأنه يعرفه فكل ده لما بيتكلم معا بيلاقي ناسي حاجات كتيرة مهمة فشكت هوب في لاندون بعد الكلام ده بعد اترابه من غير ما يحس وليته بقى بيتدرب مع الجيد وبيشيل حديد على غير عدته فسرحت التصرفاته ناحية تانية كانت جوي نايمة فقالها رسالة من ليزي بانها طلق ضلطانة كالعادة لان سوء مستزئيبها بس طيبة وبعد ما ظلمتها قررت انها تختفي لحد ما تعالج عيوبها راح الجوزي الوليدة وسألته عن ليزي وقالها انها داخلت مصاحة لحد ما تتحسن فقررت جوزي انها تستنى معاهم وقالها والدها انه حسس ان الورا الوحوش دي كلها هو نيكرومانس مش مالي فور استخدم الجوزي تعويزت تحديد الموقع وعرفت انه فضار جنزات وفعلا كان عندها حق كان شكله انسان طبيعي وخدع واحدة عجوزة علشان يخرج معاها بس سلس وجوزي وقفوه عند الباب رفع عليه سلس سلاحه وندى باسم نيكرومانس لكنه انقر ما كانش مسدق كلامهم اصلا وقال لهم ان راجل بسيط اسمه تيد وانه فقد للزاكرة والتأمم بالجنون استخدم الجوزي سحراء عليه وعرفت ان نيكرومانس موجود جواه وكان لازم يطلعوه فبطوله متفجرات وقال لتعويزة حماية ومش سلس بعيد في رؤية دا كان ايم جي يحس ان اللي بيعملو مع عيسان غلط وقال له انه لازم يبطلوا كتب ويبلغوا سلس بالحقيقة كله كمان هيبطل كتب عليه فحكاله على كل حاجة تخص المدرسة واصدقاء الخارقين فطلب من نيسان ان يحاوله هو المصص دماء زيه وفي دار الجنازات اخيرا استرجع نيكرومانس زاكرة وافتكر كل حاجة في اللحظة دي حس لندن ان في حاجة غريبة وقالت له انها جايبة هنا وقالت له انها جايبة هنا علشان يعملوا له اختبارات ويتأكدوا انه مش واحد من وحوش ماليفو فقالت له على كلام وايد ليها وعملت حاجز خاص بالمخلوقات الخارقة فما قدرش يعدلهم ولا هما يعدولوا واضطر ان يوافع على الاختبارات وحدفته بحونة علشان يسحب بها عيين الدم ولما استخدمها سحب الطين وده معناه انه مش لندن لكن ماليفور قدت له بالور الكشف الكتب وسألت له ان كان بيحبها ولا لا واكد له انه بيحبها من كل كيانه وطلع مش بيكدم قررت له ان اخر حاجة هاملوها هي انها هتدي له عيين الدم منها وطلبت منه يحط نقطة بسيطة بس على ايده لما عمل كده ايده دابت وبدأت تختفي بالتدريج فلغت سحرها ودخلت له بسرعة وطلبت منهانا انها تجيب سالس بسرعة وولما هانا مشت وفي قاتل هوب ورانا كمان اتعاقد مع إيسان اللي سرق من ايم جي الخاتم اللي بيخليه يقدر يطلع في النهار وسابه ومشي بعد ما رفض ايم جي انه يحاوله مصاص دماء مع ذلك قرر ايم جي انه يلبس زي يغطيه ويخرج علشان ينقذ إيسان قبل ما يزي نفسه بس الاسف برضو ولا فرحقه إيسان ولبسه الخاتم بتاعه علشان ايم جي ينقذه وخلاه ينسى كل حاجة وبنشوف سالس اخذ نوكرومانس معه للمدرسة علشان يقنعه انه يرجع وحش تاني لانه كان رافض لا هانا جبل لغيته ان لندن في الاصل وحش مالي فول فاخد سلاحه وجيه خرج معها اخدت السلاح منه وحبسته ورجعت لهوب بسمعتها وبتتكلم مع لندن اللي طلعت امثال الطين اللي كانت عاملها ومش وحش زي ما كانت فكرة وحزرها من هانا فما سديتهوش هوب وقضت عليه لسه بتوم لأيت هانا طعنتها فقالت لها انها كانت محبوسها في القطعة السحرية ومش هلتحرر غرب موتها انا هي اللي عملت لندن المزيف فوفت هوب تأتيلها فجيه وحش وضربها على رأسها كل ده كان ساليس بيحاولوا ان يخرج لهم ولا تطعن نفسه لانه ما كانش عايز ولا تطعن نفسه لانه ما كانش عايز يعيش وحش فاخد ساليس سلاحه وراح لهوب فلاها مع الوحش فهدته وحب وطلبت ان الوحش ان يشيل القناع اللي على وشه بالفجأة انه طلع لندن اخد ساليس هانا وحبسها في زنزانة لحد ما يحل باقي مشاكله وبعدين يبقى يشوف هيعمل معاها ايه ساب لندن يروح على قطه فراح يتهب وراه وفتشت في حاجته فراح اخد منها الحاجة واستغرب انها مش بتسأله فقالت ان لسا قدامهم موقت كتير للأسئلة والاجابة وطلبت منه يجاهز نفسه عرشان الغداء وكان الجوز هي كمان بتغدى بس مش لوحدها لكن مع سوء اللي اقناعتها تروح معاها المدرسة كانت سوء متوترة جدا ومش حبها المكان فحاول الجوزي انها تعديها وطلبت منها تدي المكان فرصته ويتعود عليه وتحبه كمان واستني الجوزي وصول هوب لكنها ما جاتش واخدت الاكل وراحت بيه لندن عند البحيرة قارت له انها بتحاول تبقى صبورة بس مش قادرة وعايزة تعرف ايه اللي حصل لانه بيحاول ينسى ويتمنى انه يلاقي حاجة تساعده على النسيان اما كايلي فراح له انا وتحصب عليها لانها خبت عليه حياتها فعرت له ان عنده حق بس من اللحظة دي قررت انها تقول كل حاجة يارين بقى توقف الفيديو هنا وتنزل تدوس على اللايك وبعد ما تدوس ارجع كمل الفيديو مسكت ايه دورت له ماضيها من اول ما كان الطفلة وبتلعب عند نهر في نيجيريا سنة 1464 وظهر محاربين فجرية راحت على جدتها علشان تعرف منها ايه اللي بيحصل فقالت لها جدتها انها مش مجرد صاحرة عادية زي اخواتها لكنها مميزة زيها انها الابنة السبعة الابنة السبعة وكده تبقى ملهمة زيها وتقدر تساعد وعلشان كده يا مضطرة تسيبهم وتمشي مع المقاتلين اللي بيحموا القرية وسبتها ومشت قمت هنا وراحت وراها ولقيتها وقفة مع ماليفور فقالت له هنا انها ملهمة وعايزة تساعده بدل جدتها وفق ماليفور واخدها ومشي ما قدرش كايلي بيمسك دموعه لانها صعبت عليه جدا بعد التضحية دي ورح لسايلز وقال له انها هنا مش شريرة لكن بطلة وضحت علشان جدتها والتعم سالز انه ضدها وظالم لما ما اقتنعش بكلامه عرضت عليه سالز انهم يشوفوا حد بعيد عن الموضوع يقدر يقرر واكيد هيلجأ لجوزي وهي كانت مجغولة مع سوق تفرج على المدرسة خصوصا على المستذبين ورحب بها جايج جدا بس سالز وصل واخد جوزي معاه وخليها تتكلم معهانا فمسكت ايديها وردتها كانت بتعمل ايه مع ماليفور وانها كانت عيشة معاه في الظلام وحيدة ولما ابتكرت لهب علشان تبقى صديقتها اخدها منها واكلها وفضلت ماءات سنين عيشة وحيدة وابتكرت له جسم يدخل جواه علشان يتحرك برحته وطلبت منه يحررها في المقابل رفضوا على انها خدمته طول العمر وانها يقضي على اللي كانوا السبب في وجوده وهم الصحراء والمستذبين ومصصين الدماء وبعدها هيام النسخ زيه ويحتال العالم قررت له انها هي اللي بيت متحكمة في الجسم وكتفته خرجت فتعاطفت جوزي معاها وقررت له والدها انه لازم يسمع لها فرحلها وسألها عن السبب اللي خلتها من نسخة من لندن وتبعا عايزة تيتي الهوب قررت له انها عارفت قويتها فراحت وراها المدرسة وهم رحبوا بيها وصنعت الوحوش اللي ظهرت لهم ولما عرفت انه هوب عايزة تدخل السجن الماليفور خافت انه يخرب وراها فعاولت تمثال لندن اللي حقيقه علشان تقنعها عنه رجع والوحوش كانت بتطريدها لان ماليفور هو اللي باعتهم ليها تعاطف ساليس هو كمان معاها وقال له ان وجودها معاهم يفرحهم بس كمان لازم تحاولش تيتل حد تاني بس هي قررت انها تمشي وقابلت لندن عند محطة الاوتوبيس لانه كمان قرر ان يمشي سألها ريحة فين فقررت له انها تدور على طريقة تيتل بيها ماليفور فعرض عليها انهم يتعاونوا مع بعض طبعا ما كانت شهوب عرفت تتخلص من قلم الفراء خالص وضعها للكل وغضبها كان هيهد المدرسة ما كانش ساليس يعرف دالي انه كان عنده دوريان بيتكلمه عن ايم جي اللي اختفى بقاله ايام ولما استخدموا تعويزي التحديد المكان عرفوا ان في نفس المكان وحش فقرروا يروحوا المكان فورا اما جوزي فكانت حسن ليزي وقف مشكلة في المكان اللي هي فيه وعرضت عليها تروح معها وفقت هوب وراحوا على هناك واول ما وصلوا بالعربية ليه ليزي مستنياهم وطلعت جوي محضرة لكل ده علشان تخلي هوب تهدي عصابها هي كمان وتوصل للسلام النفسي واخدتهم ليزي في المكان والكل كان سعيد ومبسوط وعصاب وهجئ وقالت لهم ليزي ان ده بفضل عندي المدربة بتاعتهم اللي علمتهم حاجات كتيرة خدتهم علشان يتعرفوا عليها وحست هوب ان في حاجة مريبة في المكان فقررت انها تستنى علشان تنقذ ليزي ودخلت حضرت معهم الاجتماع وطلبت منها عندي انها تشارك معهم وتحط ايديها على حجر الطاقة وخلصتها من كل الطاقة اللي جواها قالت عليها ان ما هوبتها كبيرة وهتبقى المساعدة بتاعتها ولبستها بلورة بتبين مدى هدوقها حسب لونها حاست ليزي بالغيرة وتغير لون البلورة بتاعتها للأحمر ورحت لاندي علشان تساعدها وتخلصها من طاقة الغضب بس رفضت ونقلتها للتنظيف كعقاب ليها كان فيه منافسة تانية في المدرسة بين سو جايد لان ما كانش عجبها تبقى أقل مستوى فيهم وعرضت على جايد انهم يتحدوا مع بعض بس في البليارد وعلشان تبقى هي زعيمة القطية وقبل ما نشوف التحدي بتعرف ان ليزي كشفت سر النادى ويأنها سحرة وبتستخدم مدى لها تأثير نفسي فجريت على هوب وجوزي وحزرتهم وكانت عايزة تاخدهم وترجع المدرسة فصحرت أندي الكل وخليتهم هما اللي يمنعوها انها تمشي قعدت هوب مع جوزي وكلمتها عن ذكرياتهم لحد ما فوقيتها وخليتها تحررها واخليتها ومشت ومثلت جوزي انها ليست تحت تأثير السحر وقربوهم هما الاتنين من هوب وحاولوا يفوقوها لحد ما جوزي نكحت وضربت الكل وسألوا أندي عن سبب اللي بتعمله فعلت لهم ان حد اتفق معاها على ده مقابل ان يحررها ويسابتهم ورمت نفسها في الحفرة قعد البنات الثلاثة مع بعض يضحكوا يهزروا من ناحية نيوسو سلسلس ليم جي وطلب منه يرجع معاها وبرضو يساعد الناس زي ما هو عايز وفعلا رجع معاها كانت البنات هما كمان راجعين خلاص للمدرسة بس شافوا هلاوس مرة واحدة حصل انفجار وخرج لهم وحش من نفس الحفرة اللي رمت أندي نفسها فيها لو ينفسهم في مجرة وما كانوش فاهمين هم فين وازاي شكلهم بقى يشبه الأليين ووصل الوحش اللي كان اسمه لورد برشال وبدأ يخلص على القوات اللي موجودة جريت ليزي على جوزي أخذتها وهربت ولو يهب في الطريق وعرفوا انهم لسا بيهلوسوا وما كانوش عارفين ممكن يفوقوا وازاي الوحيدة اللي كانت مبسوطة بالحالة دي ليزي لأنها كانت أميرة وعرفوا انهم كل ما خلصوا القصة دي بدري هيفوقوا على طول لو رسالة من ثالث بيقولهم انهم لازم يخلوا بالهم من الأشرار لأنه عارف مكان سيف سحري رايح يجيبوا علشان يحارب بيه مش عارفوا ان الوحوش اللي بتظهر لهم في القصة دي هم الوحوش اللي في خيالهم ودخلوا جوا قصة كتبها ليزي زمان كان البطل فيها شاب وسيم ويحبها جدا القصة كانت مليانة أحداث كتيرة مش منطقية خالص لأن ليزي وقت ما كتبتها كانت مجرد طفلة صغيرة والدها كان خايل ليهم وبتعاون مع النينجا وأبض عليهم مستغربوا أن ليزي كانت بتعتبر والدها هو الشرير ده نفس اللي قالته إيمة ليه في الحقيقة لما عرفت ان دريان الجرح من وحشه وبيقز إيم جي فقال لأنه أكيد مضحاش بيه ولا خانو فجأ جي انظار من قضو الدريان وده لأن حالة دريان تأخرت وفهم سالس أنه يتحول لوحش وكان لازم يلاقي طريقة ينقذوا بيها كانت البنات المحبوسين في هلاوسهم لسا بيفكروا يخرجوا إزاي من الأزمة فجأت لهم الطفلة هوب ودي كانت قصة هوب اللي كتبتها وهي طفلة وأنقذتهم مهربة منها هوب الكبيرة وتحول سالس لبطن في قصة هوب ونقال لهم بعربيوتهم وروحوا يدوروا عليها هي كانت عند الوحش ويفت تأتلوا لحد ما اقتلتوا وصلها التوقع مفاو كلهم من الهلاوس وآخيرا هينتهي اليوم على خير لأن ام جي وقايد وقايلب نقحوا في المهمة اللي بعاتهم ليها دكتور سالس وقتلوا الوحش ولهم من كده أنه متصلحوا ورجعت علاقتهم زي الأول تحسن دوريان بعد معالجه سالس وشكرته إيمة ودخلت قاعدت مع دوريان علشان تتطمن عليه وبعد اللي هوب اتعرضت له حست أنها باعت أحسن لكن برضو كان فيها هم كبير جواها حضنها التوقع ومهونه عليها وحسوا أن فيه حركة في كوخ أندي فراحوا يشوفوها والمفاجأة أنه طلع كلارك سألوا وإيه اللي حصله واختفى إزاي فقال له أن فيه وحش مجنون اسم نوكرومانس قطع راسه ورماه في الحفرة ورجعته السحرة وأنه والده مش في السجن لكن حر طليق والحسن الحظ أنه عنده خطة يقضي بي عليها ضربته ليزي بسحراء علشان يسكت وقالت لهم أنه مخادع وممكن جدا كل كل كلامه يكون كذب والأفضل دلوقتي النوم يسيبه ويرجعه لمدرسة ثاني يوم كان إيم جي وكايلب عند سلس في مكتبه وبيحاول ياخدوا موفقيته في أنهم يدوروا على هنا ولما قال لهم أنها مش عايزة كده قال له كايلب أن إيم جي هو كمان ما كانش عايز يرجع لكنه في الآخر بينهم وبنفس الطريقة هيلتقوها ويرجعوها قال له أنه عرف معلومة ممكن تساعدهم وأن فيه سريئين دخلوا متحف في إيطاليا وسرقوا منه مرحوطة والأثنين دولهم مع هنا ولندون ما كانوش فاهمين إيه اللي جمع الاثنين على بعض خبيين في فندو بعيد أما البنات فكانوا راجعين للمدرسة ومكتفين كلارك في العربية وهو ما دخلوا يشتروا عصير أخذت هوب العربية وهربت بيها علشان تسمع خطته وتقضي بيها على ماليفور وهو المبعد وخرجوا واستخدموا تعويز التحديد المكان معاه علشان يحددوا مكان ماليفور اكتشف أن كلارك تحول لبشري باستخدام صندوق الأمنيات ومع ذلك التعويزة اشتغلت وتحركوا على المكان على طول لما وصلوا لي يولندون ومعا هنا كانت بترشده الجواء ولما هوب شافتهم ادايت وفهمت الموضوع غلط خالص وصابتهم ومشت خرجت هنا وراها وفضل كلارك مع لندن وفتش في كل حاجة وقال عليه أنه ضعيف وبيستسلم بسرعة مثلا لندن قال له أنه بس فيهم أنه مالوش مستعبن مع هوب وقرر يبعد لأنه من أدناء ماليفور كان يعرف معلومة عن الطريقة اللي عاملوا بيها ولده ما كانش كلارك أي لحد خالص عن المعلومة دي استغرب جدا وهجم عليه بسكين الاف شمطته في اللحظة دي كان إسام مع ليزي بيلعب كرة في ملعب المدرسة وكانت طول الوقت بتكلمه عن هوب على أمل أنه يعجب بيها وينسيها لندن لكنه يعجب بليزي كانت هنا بتحاول تفاهم هوب موقفها فقالت لهوب أنها لسه بتحب لندن وبتتمنى له السعادة حتى لو مش معاها أكدت لها هنا أنه ما فيش أي حاجة من اللي بتفكر فيها دي خالص وأنه بعد ما يضع على ماليفور بتتمنى أنه يبقى أصدقاء من تاني فسامت هوب ورجعت لندن القوضة ولقد كلارك مطعوم في رقابته فجربت تعالجه وكانش لندن موجود لأنه خرج وقابل هنا وسرق عربية هوب وفضل يتعصب على هنا علشان تركب معاه ولما قالت له أنها مش هتعمل أي حاجة غير لما تعرف نواياه فأكلها ولما وصل سالس ولقاب يقولها ضربوا بالرصاص وخرجت هوب على الصوت وعرفت اللي حصل فتأكدت أنه مش لندن لكن ماليفور وانا عليك كلارك بسرعة للمستشفى وأنقذوه هناك وقالت له أنها عرفت اللي حصل من كان كلارك فرحان أنه بقى صديقها وفي المدرسة رجعت ليزي ولايت أختها جوزي مستنياها قالت لها أنها فشرت في إقناع إيسان أنه يعجب بهب بس حصلت حاجة تانية وطلب لها أنه معجب بها هي وطلب منها تخرج معاه ووفيت ورجعت هوب المدرسة وجامعت كل أصحابها وراحت للندن اللي حبسته في زنزانة وعرفت أنهم جايين يطوبوا منه ويرجع كل أصحابهم بس هل ده ممكن يحصل؟ ده اللي أنا عرفه في الحلقة اللي جاية والأخيرة من مسلسلنا لو أعجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش دعمنا باللايك والشيل للفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار الحلقة الجديدة